انتهت وزارة الثقافة من توثيق أربعمائة مبنى تراثي استعدادا لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية زات الطابع المعماري المتميذ والذي يشرف على إعداده الجهاز القومي للتنسيق الحضري يعد الأرشيف القومي للمباني التراثية أحد أهم المشاريع التي أطلقتها الدولة بهدف حصر المباني التراثية وتوثيقها وحمايتها هذا وقد نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضري لجنة لإعداد استمارات قاعدة بيانات المباني التراثية زات الطابع المعماري المتميز وضمها الأرشيف القومي للمباني التراثية على مستوى الجمهورية